نبارك الانتصارات الأخيرة لقواتنا العسكرية البطلة وكذلك قوات البيشمرقة وبتقدمها وإدامة زخمة الانتصارات في كل جبهات القتال وخاصة جبهة جنوب نينوة وإن شاء الله هذه سوف تكون بوابة لدخول مدينة الموصل وإنهاء هذا الملف الذي عانت منه مدينة الموصل وعانى منه سكان أهل المدينة المدنيين فيما يخص الدعم الطبي والدعم الصحي طبعا تعرفون قناتكم الكريمة ويعرف الأخوة من أهل نينوة بأنه قد تم استضافة وفاة عالي المستوى عن وزارة الصحة البارحة كان هناك اجتماع على مستوى عالي بين لجنة الصحة والبيئة في مدينة أربيل وبين ممثل وزارة الصحة متمثلة بالسيد الوكيل وكذلك بالسيد وزير الصحة في قليم كردستان طبعا وضعنا لجنة أو خلية أزمة وكذلك لجنة تنسيقية علية من هذه الجهات الثلاث هذه سوف تقوم بالإشراف ميدانيا وتقديم الزخمة الطبي وتوفير الموارد البشرية وتوفير كل الإمكانيات اللوجستية لعملية التحرير طبيعي قد أعلمنا قناته الكريمة بأنه قد خصصنا مئة سيارة تسعاف وكذلك عدد كبير من المفارزة الطبية من مختلف الاقتصاصات بين المئة وثمانين إلى مئتين مفارزة طبية فيما يخص الأدوية من المعروف بأن هناك خزين ستراتيجي لدائرة صحة نينوى طبعا يبلغ آلاف الأطناء من المواد الطبية من مختلف أنواع الأدوية والمستلزمات والأجزاء الطبية الآن موجود في مخازن وزارة هذا الخزين الستراتيجي سوف يكون في خدمة عمليات التحرير وأيضا في إدامة المنظومة الصحية بعد عملية التحرير إن شاء الله